بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قرس السويل ميكانيكس إن شاء الله النهاردة هنكمل شابتر 7 هنتكلم في أول نوع من الكوفيشن اف ايرس بريشر اللي هو الاتريست ايرس بريشر كلمة ااتريست ايرس بريشر إيه المقصود بيه؟ من اسمه حتى اسمه ااتريست ااتريست يعني أنا ما بسمحش أن الطربة اللي بتضغط على الحيطة بتاعتي دي إن هي تتحرك ولا ملي طب وعشان الطربة دي ما تتحركش يعني الحيطة ما تتحركش طب وعشان أقول إن الحيطة دي ما تتحركش ومتبقى ما فيهاش أي يبقى لازم الحيطة دي تكون مالها رجل ودي حالة يعني هنسميها حالة نقول تخيلية مش بتحصل بالفعل لإني هيديني عشان أفطرد إننا إن الحيطة دي ما تتحركش نهائيا هيبقى الارس بريشر قيمة عالية جدا وهيبقى التصميم أم إيكوناميك طيب أحسب بقى الارس بريشر إزاي أو الكوفيشن اف ارس بريشر بنقول إن اتريست ارس بريشر اكيرز وين ذير نو وور روتيشن ساتش أذن إيه بريزد وال لما تبقى الول بقى بريزد بيزمنت وال فور اكزامبل مثلا يعني ليه لإنه مش هتتحرك خالص ليه بتعندك الحيطة عاملة كده وفيه الناحية التانية بريزد مسكاها كده فمهما يجي الضغط كده مش هيحصل هنا مين إرس بريشر فالكينوت ممكن أقول إن هي بتساوي واحد ما الساين فايل أو التربة بتاعتي جرين سايل ساند يعني أما لو كانت نورمالي كونسولوديتد وإحنا خدنا إيه الفرق بين النورمالي كونسولوديتد والأوفر كونسولوديتد بوينت فور فور زائد بوينت فور تو في البلاستيستي اندكس العالمية أما الأوفر كونسولوديتد عبارة عن الكي بتاعة بتساوي تجيب الكي الأول بتاعة النورمالي كونسولوديتد وتضربها في مين في جزر الأو سي آر فاكرين الأو سي آر اللي هو النسبة بتاعة الايه التصلب اللي حصلت اللي إحنا خدناها في الشابطر الماضي طيب يبقى جبت الكي الكي ديت ما هي بتساوي اتفقنا إن هي سيجما هرزونتل على سيجما فيرتيكل يبقى لو أنا عايز أحسب بقى سيجما هنا سيجما فيرتيكل بتساوي ايه كل دولة يروح يتضربه في مين في الكي فطلع ما طلعت الكي خلاص يبقى أنا أقضر بها في السيجما فيرتيكل اللي بقى جبت السيجما هرزونتل بتاعته واضح؟ في طبعا علماء كتير اتكلموا في القصة بتاعة الكي يعني منهم قالوا من الكي نوت زي ما احنا قلنا عبارة عن الام ناقصين فايل حيث الام دي تاخدها بواحد زي ما احنا اخدناها لنورمالي كونسولوديتد كيلي وتاخدها لما تبقى الاسي ايه بتاعتك أكبر من اثنين خد الام ب detecting ببوينت 9 خمسة واحد تاني قال لا كي نوت بتساوي بوينت فور زائد بوينت والتوينت في البلاستيستي اندكس ده لما تبقى البلاستيستي اندكس من سفر إلى اربعين اما لو كانت من الاربعين لثمانين خدها بوينت سیکس فور زائد بوينت او او وان في البلاستيستي من اندكس بردك واحد تالت قال لا 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 كينوت نحسبها عبارة عن لمضة زائد الفة في الأوسي أر مقس واحد. اللمضة دي بوينت فايف فور بلاس بوينت او او فور فور في الليكود ليمت ناقس عشرين. أما الالفة بوينت او ناين في او بوينت او او وان وان لكود ليمت ناقس مين عشرين. وطبعا بيقول لك الليكود ليمت لما تبقى أكبر من مية وعشرة خد اللمضة بكام بواحد والالفة بكام ببوينت تسعة عشر. احنا اللي مطلوب منك انت في الترمي ده ان شاء الله ان انت تحفظ بس القيم اللي انا قلت لك في الاول اللي هما دولت. طيب انت دلوقتي جبت الكيه هتعمل بيها ايه? اه ده اللي احنا اتفقنا عليها اللي يالكي نوت واحد ناقصين فاي لما تبقى عندي ايه سند. ارسم بقى ازاي الارس بريشر. ادي الحيطة بتاعتي. طيب ما هو انت كل ما هتنزل لتحت سجم بتزيد. صح? يعني جاما في زد عمالة تزيد. فبالتالي برضك السجما هوروزونطل هتزيد. عشان كده اقصى حاجة عند اقصى حاجة اقصى ارتفاع. عبارة عن كيه نوت في الجاما في الايه في الاتش بتاعتي. ده بقى مسلس تقدر تجيب. قيمته اه نص القاعدة في الارتفاع. يبقى نص في الجاما في الاتش سكوير اللي هي الاتش ديت في الكيه. وبتأثر على مسافة مين اتش على تلاتة. يبقى كده اقدر احسب الارتفريشر بتاعي اللي هو اترست ارس بريشر. شكرا.